يا عمر شيط النقيد حبيبي يا موسيقار ازاي حبيبي يا مورة وحش يا مور انت ازبارك ايه الحمد لله يا حبيبي بص اولا حضرتك على حبيب اه كان عندك تعليق عايز تقوله يا عمر تفضل عشان افهمه يمكن هو مش في حاجات يكون هو مش فاهمها لازم افهمها التكنولوجيا دخلة دلوقتي في حبة كبيرة اول اول يعني دخلة ان احنا هنبقى نقدر ان احنا نبتع والمبدعين كلهم يبقى ليهم سعر كبير الزكاء الاصطناعي ما بيقربش من اي حد ولا اي رمض من رمضه واما احنا جينا اتكلمنا عن الاجان المسروع لي مهرجانات انا اكتشفت اكتشاف دهوقتي بفجره الاول مرة حصري ان اجان المهرجانات اخوبي رايت اللي بيحصل عليها هو شركة من احدى شريفات الاستاذ محسن جابر اللي قال معاك مبارح ان هو ما يعرفش الناس دي ومتلمش عليها الفيديوهات موجودة عندك في الاعداد لو عايدت ضعيها الشركات كلها مملوكة للاستاذ محسن جابر الحاني طب طميني يا عامر انتو استلاحك انطلو استاذ محسن ولا لا نعم مش كان مبارح كان في مكالمة صلح يا عامر نعم مش كان في مبارح مكالمة صلح واتفقتوا ان انتو هتعملوا الاغنية سوا طب السجنال بيقطع صوتك بيقطع اف حتة فيها سجنال اف حتة فيها سجنال يا عامر في فيديو للاعداد دلوقتي بيقول ان اغنية حسن سكوش الكوبي رأيت كله بيحصلوا شركة من احدى شركات مزيكا جروب ليه اني اغنية يا عامر اني اغنية اغنية قاله اللي كان في صوت حسن سكوش اغنية النهاردة بقى هو الخطم والمختصم يعني هو صاحب الحقوق اللي بيملكها وبيحصلها هو الاستاذ احدى شركات مزيكا جروب انا دلوقتي اكله مين بلحنك بلحنك يا عامر بلحنك اللحن بتاعك لا احنا اغنية عامر بيقات لا احنا دلوقتي استاذ محتن كان بيتكلم على التلاص اه طب اما جبلك ان اغنية المملوكة الاحدى شركات الاستاذ محتن هي اللي حطى مهرجان لعبد الحليم حاطن شئات النقيب وصحية لا انا معرفش ده صدقني يا عامر واقسم بالله العظيم انا عدد تهاد دلوقتي الجميع الصعب العربية والمصرية يبقى وارح يبقى وارح ان انت ما عدتش الاعدل والداء بينكم انه استاذ محسن يا استاذ عامر ها لا انا ده بتكلم عن مصر دلوقتي صب طب 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 ايه ده ايه ده ايه ده عشان خاطر اه اه عايزين انا عشان نفهمك بس يا عامر عشان انا عايز الناس تفهمك طب الجميع سناثلات الموجودة لدى الشركة في خلال ثمانية واربعين ساعة يا انا حطح الملصات كلها انا بقول الكلام ده وانا مسؤول عنه انت طالب ايه دلوقتي يا عمر ايه اللي انت طالبه افطال جميع سنازولاتي المملوكة لشركة عالم الفن بالكامل افطال الودية ومش هتكلم تاني غير كده هجيب كل ورق الكل انت قلق على العصد انت عصدك ايه على الحانك انت صح الالحان بتاعتك الحاني بطريقة ودية يتم افطال جميع سنازولاتي وانا عايش قبل ما موت ويحقل حاجة وولادي ما يعرفوك الصراف طيب ما شو عمر مش هو مبارح الاستاذ محسن قالك تعالى ولو ليك اي لحن انا هجيب لك حق اكتبت فريقة ودية انا هروح له هقول له كده ابتل لي تنزل طب تسمح لي يا عمر تسمح لي بعد اذنك تسمح لي بعد اذنك انت اخويا وصديق عمري والاستاذ محسن اخويا الكبير وصديق عمري تسمح لي اكون معاكم في القاعدة دي يا اما نتقابل في النقابة ونقعد نحل الامور يا انا اجي شركة مزيكة اتفضل اتفضل اللي بقول لحضرتك عليه لانه ده اسبات قانوني موجود على الانترنت هو عمري بتكلم في حاجته هو انا مش فاهم بطا انا هتتنزله وشوف انه شوف هو بيتكلم في ايه نزلولي الحاجة اللي هو بيقول عليها هو بيقول يا استاذ مصطفى ان هو ليه الحان حسن شاكوش مغنيها والشركة المنتجة شركة تابعة لشركة مزيكة اللي مسؤول عليها الاستاذ محسن ده لحنو ده حق ده ملكية فكرية ايوه بحق ملكية فكرية الا ازا خودي بقى المهم عشان دي في ناس كتير مش بتعرف في الكلام ده اه بصي بس مش اتطول عليك انا في عجالة سريعة فضل انا في في سنوات وامرنا كلها كانت انا بدأت في سنة ثمانية وتمانين ايوه في سنوات وامرنا كلها كنا بديتي الشركات تنازل عبارة عن تنزلت انا الشعر والملاحم مصطفى كامل عن اغنية كذا كذا الى شركة كذا مع احتفاظي بجميع حقوق الادبية والطبع الميكانيكي ولدى جمعية المؤلفين ملحنين. تمام. وله الحق للشركة الحق في استخدامها لطبعها على شرائط واستوانات متمجة دي. مم. وما يستحدث من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مستقبلا. اه. تمام? ده شكل صيغة التنازل. تمام. ديت فترة من الفترات لقيت بعض الشركات ابتدت تقول لك لا ما تديرش التنازل بتاعك ده احنا بنعمل تنازل معين. التنازل المعين. انا كنت راجل الشهاطر في لعبتي وشغلتي. مم. بفجأت فيه ان بيودست داخل التنازلات الفنية دي. بيودست على ان اتنازل عن اه مش عارف تبقى للمادة ستة وعشرين مش عارف من ايه. مم. مم. انا طبعا في الوقت ده لا كنت محامي. ولا كنت بس حسيت ان في حاجة بتتعامل. مم. طب تريت اجيب شؤون القرونية اللي كانت بس كانوا المحامين اللي كان المسكني وكان استاذ علاء وعب استاذ لي. قلت قلت على صصر لي ايه اللي مكتوب ده انا بتانازل عنية. فقال لي ده انت كده بتقرب. ان اخذت مبلغة الكلمات دي. وليس لك الحق. بعد كده. في اي حقوق من جامعة من من الجامعية اه ساسيم. في باريس او ساسيره في مصر او انك تقول ان دي ملكتك. يعني انت بالمعنى. عشان في حاجة قانونية انت ماخدتش بالك منها صح? تأمام رحت انا قيل ايه انا كنت بلوها ده كمصطفى كامل الشعر الملحم. قلت لا انا اللي هاشتري مني اغنيتي. يا اشتريها بالتنازل بتاعي. يا مش هعمل التنازلات دي. وفعلا توقف. لا مش هتعمل يا ازل نوع من التنازلات. بس. انت ما لو موقع عليه بقى يا استاذ عميرة. اه. لو انا موقع على التنازل ده. ها. طلاص انت انت العقد شريعة المتعاقبين. لا يا استاذ الحق الادبي. اما احنا بنتكلم في المكسوم ليه بعد الوقتي. لا يا استاذ عام انا انا بكلمك عن المؤلف الملحم. هو بيكلم في ادبيا ان ده لحنه. وان انتو كلكم زي ما قلت وعيلة واصحاب في بعض. والاستاذ محسن. والاستاذ محسن اشتغل كتير جدا مع عمر مصطفى. فهو بيقول ادبيا لو اللحن ده بتاعي. بالزبط لو ادبيا اللحن ده بتاعي. هو استاذ محسن قالك يا عمر على فكرة قالك انا هجيب لك حقك. قال لو اللحن بتاعك انا هجيب لك حقك. ما هو منه. ما هي احدى شركاته. انا عرضت على حضرتك الفيديو. تمام تمام. بقولك ايه بقولك انت عندك ايه بكرة? تيجي 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 لي الستوديو هنا بكرة? ممكن لعم. لك. هروحي يا فاك بصك 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 بصك. انا دلوقتي مش بتكلم في حاجة اه هكيبقى ليه بس. انا عندي حقه قدبي. هو قالك المكلسون ما ينفع. هو بيملك الحق بتاع المكلسون في المصنف الفني بكلماته ألحانه. مظبوط. قصتها بكلماته ألحانه. مظبوط. فقط. لكن النهاردة اما يجي يقولك انا بحفظ على التراث كله. بالكامل. واجي انا الاقي عبدالحليم في مهرجنات. وابص على الشركة. اللي استاخد الكوبي رايس هلاقيها هاتشتل ساوند. يا فغلية تيدي يا استاذ عامر انا عايز اسمعها. انا انا فعلا عايز انا عايز اسمعها. هي كانت مهرجنات عبدالحليم ولا كانت توزيع مختلف يا عمر? كانت اعداد يدي رقمي للاستاذ مصطفى حالا دلوقتي. لان هو اخويا وحبيبي. دول وقمه دلوقتي. تمام الاعداد هيعمل كده حالا. طب ممكن اطلب بانك طلب بس يا مورة. يا مورة. معان. وحيات ولادك صلي على النبي. وخلي بالك. النساء القائم دلوقتي ايم مع اخوك الكبير. بالزبط. ومع راجل في قمة الاحترام. وانتعرف ان استاذ محسن. وعايز يحل كده كده عايز يحل اصلا. الاستاذ محسن جابر صدقيني يا مدام اميرة. عايز يحل. ارقى ارقى الناس في اي خلاف. طبعا.